عايزك تركز معي في المنحة دي لان دي منحة في اوروبا ومنحة مجانية وكمان المنحة دي بتاخد عدد كبير من الطلاب وناس كتير بعتت لنا قبل كده ان هما تقابلوا في المنحة دي. المنحة دي منحة ايه? المنحة دي زي ما انت اكيد شايف في عنوان الفيديو منحة حكومة سلوفاكيا. المنحة دي من المنحة الدراسية المحترمة جدا في اوروبا اللي حضرتك تقدر انك انت تقدم عليها بغرض الدراسة في اوروبا. عايزك تفهم معي كل الكلمة نقولها في الفيديو علشان خاطر تكون فاهم المنحة دي ماشية ازاي وانظامها وازاي تقدر ان انت تقدم عليها. لو الفيديو عجبك ادعم مجهودنا بعمل لايك على الفيديو ولو لسه مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على اول علشان وصلك اشعرض لكل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعها. منحة حكومة سلوفاكيا او المعروفة باسم المنح الوطنية للجمهورية السلوفاكية الممالعة بالكامل. المنحة دي تقدر انك انت من خلالها تدرس في واحدة من الجامعات الحكومية اللي موجودة في سلوفاكيا. ولكن عايزك تركز معي في الكلام اللي انا اقوله. وهتفهم ليه انا بقول لك ركز معي في الكلام. تمام? طيب بالنسبة لي المنحة دي بتقدر انك انت لو طالب بك بالفعل دلوقتي او مجلسيرة او دكتوراه او حتى حضرتك اساس جامعة او حضرتك من المدرسين او الباحثين او الفنانين بتقدر ان انت تقدم على المنحة دي. يبقى هنا احنا مش متكلم عن طالب عايز ياخد درجة علمية. احنا هنا بنتكلم عن طالب هو في درجة علمية بالفعل وهو يسافر سلوفاكيا وبوارد الدراسة هناك لفترة معينة. تمام? طيب بالنسبة لي المنحة دي شهادة اجادة اللغة الانجليزية مش من المتطلبات الاجبارية عليك انك انت تقدمها. تمام? اخر معدل التنقيم على المنحة دي يكون تلاتين ابريل عشرين واربعة وعشرين. خلي بالك انا هنا هسيب لك رابط المقال ده موجود تستندو الوصف اسفل الفيديو لان المقال ده حضرتك تحتاجه فيها تحتاجه في انك انت تفهم المعلومات الخاصة بالمنحة باللغة العربية. طبقا كما هي موجودة على الموقع الرسمي باللغة الانجليزية ولكن هنا باللغة العربية. الفيديو ده هيكون مهم جدا انك انت من خلاله تقدم ان انت تتعرف على شرح طريقة التقديم الخاصة بالمنحة. لان انا كنت اتكلمت عنها قبل كده. فشرح طريقة التقديم هي هي. فبدأ ما تقول لك الفيديو ده فانا هنا بعمل لك شرح عن المنحة وقايمة كل تفاصيلها. ومن هنا انت بتقدر تتعرف على شرح طريقة التقديم على المنحة خطوة بخطوة. تمام? عايزك تركز معك كويس. بالنسبة للبرامج المتاحة. لو انت مسلا حد بيدرس في بكالوريوس. وبيدرس مسلا تخصص ولاكن كلي ترقلوا مع سبيل المسال او ايا كان. فانا حضرتك بتلاقي الجامعات اللي موجودة في المنحة دي. الجامعات المشاركة في المنحة الوطنية لجمهورية سلوفاكيا تمام? فانت ممكن اي جامعة من دول بكل بساطة تعمل لها كده ايه? تحديد وبعد كده تعمل لها قبي او تروح على جوجل على طوله تكتب اسم الجامعة اللي انت عايزها. ومن خلال ايه? الجامعة تقدر تتعرف على البرامج الدراسية المتاحة. طيب انت بتعمل كده ليه? انت بتعمل كده عشان خاطر تشوف الجامعة اللي انت عايز تروح تدرس فيها فترة معينة في سلوفاكيا. هل فيها البرنامج الدراسي اللي انت عايز تدرسه ولا لا. ما انت مش هتروح في جامعة مفاشل برنامج بتاعك وهتقول ان انت عايز تدرس هناك. ما حدش هيقب لك او مش هيكون الموضوع متناسب معك او شروط المنحة مش هتقول ما تطبق عليك. فبالتالي هتطرفق. ده لو عرفت اصلا انت تقدم على على الجامعة اللي انت عايزها. وانت اصلا مش موجود التخصص بتاعك فيها. فانت من خلال الجامعات المكتوبة انه قدام حلالك مش كاتبينة وخلاص ولكن كاتبينة عشان خاطر الناس تدخل وتشوف. هنا بيقول لك سلوفاك ميديكال يونيفرسي. يعني انت هنا هتلاقي في تخصصات طبية. لكن لازم تعرف ايه هي التخصصات الطبية اللي موجودة داخل الجامعة. عن طريق انت بتروح على جوجل عادي جدا بتكتب اسم الجامعة بتروح على موقع راسم خاص بالجامعة. وبتشوف هي البرامج المتاحة واللي تقدر من خلال البرامج دي الموجودة على السايد او الموقع الرسمي خاص بالجامعة. بتعرف هي التخصصات الموجودة في الجامعة دي. تمام? طيب ايه هي مميزات المنحة? المنحة دي بتقطيلك جميع تكاليف الصفر. تمام? خلي بالك ان المبلغ اللي بيتدفع لك بيختلف على حسب المسافة. من بلدك الى سلوفا. يعني مسلا لو المسافة بتزيد عن تلتمائة خمسين كيلو فانت بتحصل على اكتر خمسين يورو. لو مسافة بتزيد عن الفين كيلو فانت بتحصل على خمسمية يورو. لو المسافة بتزيد عن سبعة تلاف كيلو فانت بتحصل على الف يورو. يعني خلي بالك هنا جيب مسافة من بلدك اللي انت عايش فيها ولي اكون مسلا انا عايش مسلا في روسيا يبقى من روسيا لسلوفاكيا. كامل المسافة. هل هي اكتر من تلتمائة خمسين? خلاص اخد نتنين وخمسين يورو. هل هي اكتر من الفين? اخد خمسمية يورو. هل هي اكتر من سبعة تلاف كيلو خلاص ااخد الف يورو. يبقى هنا على حسب المسافة من بلدك اللي انت هتسافر منها الى سلوفاكيا. تمام? تكاليف الدراسة المنحة بتغطيها لك الاقامة والمعيشة المنحة بتغطيها كمان بتدي لك راتب شهري. طالب الماجستير يكون ربعمائة يورو الدكتوراه سبعمائة اربعة وتلاتين يورو. طبعا لو حضرتك طالب دكتوراه وعندك خبرات عامل اقل من عشر سنوات بتاخد تسعمائة وتمانين يورو. لو طالب دكتوراه وعندك خبرات اكتر من عشر سنوات بتاخد الف وخمسين يورو. دي المسالات المطلوبة. لابليكيش اخص بميحة بتملأ صورة شخصية صورة من جايز الصفر المطلوبين. بين الدرجات بتاع المرحلة الدراسية اللي انت فيها. السنوات الدراسية اللي انت دراستها سابقة. يعني مسلا لو انت في سنة ثانية ماجستير عسابي المسافة. انت بجيل بين درجات سنة ولا ماجستير. دي برضو حاجات مطلوبة منك. وطبعا ما تنساش هذا التخرج بين درجات لو انت فعلا في مجلس دلوقتي. سيرة ازاتية تحفيزي خطاب الشخصي دي حاجات كلها مطلوبة منك داخل. عادة اتنين من خطابات التوصية. طبعا لازم تكون كل بيانات الشخص اللي كاتب لك التوصية دي موجودة في الخطاب زي اسمه مكان العمل رقم الهاتف بريد الالكترون وكزا. خلي بالك لو انت روحت على اليوتيوب كده وكتبت السيرة ازاتية او خطاب تحفيزي شرح السيرة ازاتية شرح خطاب تحفيزي شرح خطاب التوصية وكتبت جنبها دكتور المنح تلاقي الفيديوات اللي انا عملها لك عن السيرة ازاتية والتحفيزي والتوصية تقدر انت تطلع عليهم بالنسبة للناس بتسأل دايما يعني خطاب توصية او جيبه من فين وعمل ايه كل ده انا شرحت عالقناة هنا قبل كده مش محتاج ان انا قراره تاني ولكن مطلوب من حضرتك بس ان ان انت تبحث عنه هتلاقي موجود على الكتب بس كده اخطاب توصية جنبها كلمة دكتور المنح هتلاقي كل حاجة موجودة اثباتك كده الجميع طبعا مطلوب منك لو انت عندك اي ابحاثكم تبيع قبل كده شهادات لتدريبات اعملت طوعية كورسات كل فيديو بقول لك كل الكلام ده انت برضو بترفق دي كلها انجهزات بتدعم الملف بتاعك تمام طيب هنا دي شروط التعديم ولو انت جيت هنا معي ده الموقع الرسمي الخاص بمنحة حكومة مين اللي هم المتقدمين اللي يقدروا يقدموا على المنحة كل التفاصيل اللي خاصة بالمنحة دي هنا بيقولك الطلاب مين الطلاب بيقولك مثلا الطلاب اللي هم بيدرسوا مسلا في جامعات خارج حاليا هنا مسلا فيه المستوى التاني من درجة المدسي challenger كل حاجة مسكورة هنا قدامك تقدر انت تطلع عليها تقدر ان انت تعرف هي مدة قديمة مسلا بتاعة دي بي قد تكون من شهر عشر شهور على حسب طبعا الدراسة بتاعتك ولا بحسن انت هتقوم بها. كل التفاصيل موجودة هنا قدام حضرتك. كل تفاصيل خاصة بالرواتب برضو موجودة قدامك. دلوقتي احنا اتكلمنا عن التفاصيل. لو انت عايز تعرف الشرح بتاع المنحة وزي تقدر تقدم كل بساطة زي ما قلتلك بتلاقي رابط المقال ده موجود سنده الوصف اسفل الفيديو مباشرة بتقدر من خلاله ان انت تعرف شرحة للتادي. مش هتجيب الفيديو من الاول هتجيبه من عند هنا الشرح من دقيقة تقريبا ال خمستاشر وتقدر انك انت تتابع كل التفاصيل وتعرف ازاي تقدر تقدم على المنحة دي. اتمنى شرحك. يفيدكم. ولو الفيديو عجب ما نساش نتعمل لايك على الفيديو واشوفكم في فيديو بزياء الخير. سلام.